تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في أراضي الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفي محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة وتصعيد خطير في حدة ووتيرة العنف وفي بيان لوزارة الخارجية طالبت مصر بالوقف الفوري للحق المفرغ للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للخطر كما حثت مصر القوى الدولية القبرى وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين بتحمل مسئولية وقف العنف والتحرق العادل لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام